سبيل الإعلام الحلغص الطاجر أهلاً أخيراً الحمد لله الله يجعلكم يا بيتي الله يجعلكم إن شاء الله طيب، اصبعوا في المرة التي تأتي يا جماعة قلنا إنه سيدنا عيسى عليه السلام حدث حيرانه عن الإيمان وزي ما متذكرين شفاً المبرسين، متذكرينها الكلام ده؟ نعم، 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 نعم في مرة يا جماعة، في بعض الفيرسين سألوا سيدنا عيسى عن المملكة الموعودة حتى الزهر متين سيدنا عيسى جاوبوا مقليهم المملكة دي ما بتكون ظاهرة في مكان عشان الناس يشوفوها ويقولوا يا هادي هنا أو هناك لكن في الحقيقة هي موجودة بينكم دلوقتي وبعد كده سيدنا عيسى اتحدث عن موضوع المملكة الموعودة أكتر لما قال لي حيرانه على الإمفراد يا أحبة حيجي وقت تشتاقوا فيه لأنكم تعيشوا حتى ولو يوم واحد من حكم سيد البشر لكن ده ما حيتحقق ليكم في الوقت الحاضر واعملوا حصابكم لأنه حيتقال ليكم إنه سيد البشر موجود هنا أو هناك انتبهوا وما تتغشوا لأنه رجوع سيد البشر في عظمته حيكون زي البرج لما يلمع ويضوي السمم من أولا لآخرة لكن قبل كده حيقاسي كثير من الآلام لحد الموت وكثير من بني إسرائيل حيرفضوا أما الحصل في زمن نوح برضو حيحصل في زمن رجوع سيد البشر في زمن نوح الناس كانوا بيأكلوا ويشربوا ويزاويوا وما مهتمين بطاعة الله لغاية اليوم الدخل فيهم نبيل نوح وعائلته السفينة وجعي غاب الله بالفيضان وأهلك كل الناس اللي على الأرض وبرضو في أيام لوط الناس كانوا بيأكلوا ويشربوا ويشتروا ويبيعوا ويزرعوا ويبنوا وما مهتمين بطاعة الله ولما لوط طلعوا من مدينة السادوم السماء أمطرت النار كبريد الناس حيبكوا كلهم كمان نفس الشي حيحصل لما يرجع سيدة البشر في عظمته وأنا بحذر الناس بيأشدة وبقول لهم في الوقت داك أي زول يكون بالربيته أو الشغال في مزرعة ما مفروض يحتمى بأي شي غير إنه ينتظر سيدة البشر عشان ينجيه يا أحبة اتذكروا إنه الله غضب على زوجة لوط وحول لي عمود ملح لما انخالفت أمره وتلفت لي وراء عشان كده أنا بقول لكم البيجري وراء الحياة المريحة الأمنة هيخسر حياته كلها بعرب الله لكن البيضحي بحياته في سبيل الله حينجى وكمان يا أحبة بأكد لكم إنه في وقت رجع سيدة البشر إذا كان فيه اتنين نامين في بيت الله حينجي واحد منهم ويعقب التاني وإذا فيه مرتين بيطحنوا مع بعض هيحصل معاهم نفس الشي وإذا فيه رجلين بيشتغلوا في مزرعة برضو هيحصل معاهم نفس الشي والحساب ده حيكون وين يا سيدنا؟ المكان حيكون معروف وظاهر لما يجي وكتب محدد وبعد كده عن المداومة على الدعاء وعدم اليأس سيدنا عيسى ضرب مسل لحيران وقال ليهم يا أحبة في مدينة من المدن كان في قاضي ما بيخاف الله ولا بهمه رأي الناس وفي المدينة دي كانت فيه أرملة الأرملة دي كانت بتتردد دائما على القاضي ده وتقول ليه يا مولانا خصمي ظلمني أرجوك تنصفني والقاضي ده كان دائما بيرفض إنصافه لكن في الآخر راجع نفسه وقال في سره أنصح ما بخاف الله وراي الناس ما بهمني لكن المرد دي دائما بتجي وتزعجني أحسن أنا أنصفه عشان ما تيه كل مرة وتعمل لي دوشة يا أحبة إذا كان ده حكم القاضي الظالم تفتكروا إنه الله حيهمل دعوات عباد المخلصين اللي بيستغيصوا بيه ليل ونهار؟ وتفتكروا إنه حيتأخر في إنصافهم زي تأخير القاضي ده الظالم ده؟ بالتأكيد لا أنا بأكد ليكم إنه حينصفهم وسريع طيب يا أحبة تفتكروا إنه سيدة البشر لما ينزل للأرض هلقى ناس مواصلين الدعاء بدون يأسوا وينصفهم؟ نعم بالتأكيد وبعد كده سيدنا عيسى ضرب مثل اللي بيفتكروا إنهم صالحين ويستهونوا بالآخرين وقال ليهم يا جماعة فيه اتنين الصادف إنهم مشوا اللي بيطلع عشان يتعبدوا واحد من الجماعة ديلي كان فريسي والتاني كان واحد منه نتحصلين الضرائب وهناك فيه ساحة بيطلع الفريسي وقف وكان بيخاط بله ويقول اللهم أشكرك وأحمدك لأني مش زي باقي الناس الحرامية والظالمين والبيمارسو الزنا ولا كمان مثل متحصل الضرائب اللي ما عفيف ده أنا بصوف مرتين في الأسبوع وأطلع العشر من مالي لك يا الله الفريسي قال الكلام ده أما متحصل الضرائب كان واقف منكسار وخضوع في مكان ورا في ساحة بيطلع وما كان بيرفع عيون للسماء وكان بيضرب صدره بيدينه طمعا في رضاء الله ويقول ارحمني يا رب أنا تايه وضال يا غفور يا رحيم أشمل عبدك بيعفك ورحمتك طيب يا جماعة تفتكروا ياتوا واحد من الجماعة الاثنين ديل مشى لي بيته والله راضي عنه أنا بأكد لكم إنه متحصل الضرائب مش الفريسي هو المشى لي بيته والله راضي عنه عارفين ليه؟ لأنه كل من يرفع من قدر نفسه الله بيزله وكل من يتواضع الله بيرفعه وبعد كده بعض الناس حاولوا يود أطفالهم لسيدنا عيسى عشان يلمسهم ويباركهم لكن بكل أسف حيرانوا نهروهم أما سيدنا عيسى كان عايز الأطفال يجوهوا عشان كده قال لي حيرانوا خلوا الأطفال يجوني ما تمنعوهم لأن الناس اللي بيدخلوا المملكة الموعودة لازم يكونوا متمسكين بإيمانهم زي تمسك الأطفال بأهلهم وأقول لكم الحق ما بيتعلق بالمملكة الموعودة زي تعلق الطفل بأمه وأبوه ما حيدخله وبعد ذاك سأل واحد من المسؤولين في بني إسرائيل يا سيدنا يا كامل المعرفة فعمل شنو عشان يكون عندي نصيف في حياة الخلود انت اللي هي بتقول لي يا كامل المعرفة ما في كامل إلا الله انت بالتأكيد عارف أحكام التوراة اللي بتقول ما تزني ما تقتل أي نفس بغير حد ما تسرق ما تشهد بالزور بر وغدر والديك يا سيدنا مما أنا شاب بعمل بكل الأحكام دي تعرف نقصك حاجة واحدة بيع كل ملاكك ووزع المال على المحتاجين عشان تنال أجر عظيم من الله وبعد كده تعال تبعني لكن المسؤول لما سمع الكلام ده حزن شديد لأنه كان غني جدا وما كان عايز يفقد أمواله لما سيدنا عيسى شاف حزن المسؤول ده وقلقه في سبيل إنه ما يفقد ماله قال للحاضرين يا جماعة لازم تعرفوا إنه دخول الأغنية للمملكة الموعودة صعب جدا ودخول الجمل من خرم الإبرة أسهل من دخول غني واحد للمملكة دي طيب يا سيدنا إذا كان الأمر كده من الحينجة الناس يا جماعة مستحيل ننجي أنفسهم لكن بالتأكيد الله قادر ينجيهم وبترس لما سمع الكلام ده قال زي ما شايف يا سيدنا نحن خلينا كل حاجة وتبعناك يا جماعة كل اللي بيخلي بيته وهلو بيصفة موقتة أو مستديمة عشان يتبعني حينال بركة في الدنيا وأضعاف ما تركه وفي الآخر حينال حياة الخلود وبعد كده سيدنا عيسى قال لي حيرانه الـ 12 على الامفراد يا أحبة خلوني أنبهكم نحن ماشينا على الغدس وهناك حيتحقق كل الكلام الكتوه الأنبياء بوحي من الله عن سيد البشر بأن وعداه شيخ بن إسرائيل حيقبض عليه ويسلموه للسلطات الاحتلال الرومانية والرومان حيستهتروا به ويشتموا يتفوا عليه ويجلدوه بالصوت ويقتلوا مع كده سيد البشر حيحيا ويقوم بإذن الله في اليوم الثالث لكن الحيران ما فيهم الكلام ده لأنه الله جعل معناه غامض عليهم يا جماعة سيدنا عيسى لما قرب لمدينة أريحة كان في شحاد أعمى قاعد على الطريق الشحاد ده لما سمي حركة الناس وهم عشين سألوا عن الحاصل وقالوا ليه ده سيدنا عيسى ابن الناصرة جاي مارة من هنا ولما الشحاد عرف الموضوع ده كوراكو قال يا سيدي يا عيسى يا وارس عرش النبي داود ارحمني يا سيدي طيب يا جماعة الليلة ده حيكون ختام كلامي في الجزو ده ونواصل القصة بإذن الله في المرة الجاية رأيكم شنو؟ شكرا يا حافظ الله خير الله خير شكرا شكرا تحية زروب شكرا اخرج طوما درشيخ الدين شكرا